حركتهم في الغابة مثل المد والجزر البطيء خطواتهم غير محسوسة وأجسادهم مغطاة بالطين وعلى رؤوسهم أقنعة الخوف الضخمة أحد رجالهم يقف لفترة وجيزة على حافة الغابة ثم يختفي كأنه لم يكن موجوداً من قبل هنا السائرون في الظلال أغربوا قبائل بابواغينيا الجديدة ما هي قصتهم؟ تزيد قبائل جزيرة بابواغينيا على 150 قبيلة كل واحدة منها لها مظهرها المميز الذي تعرف به بين القبائل فيأخذون من الطبيعة المحيطة ومن ثقافتهم الممتدة على مدار مئات السنين مظاهر حياتهم وملابسهم وكل ما يميزهم عن غيرهم فتجدهم يرسمون أجسادهم بألوان مثل الطيور الغريبة التي يتشاركون معها الغابة يوجد هؤلاء وتوجد قبيلة أسار السائرون في الظلال يأتون إليك بأقنعتهم المرعبة فجأة من دون أن تشعر بهم كأنهم خرجوا من تحت الأرض أو هبطوا من السماء لتظن أنه آخر يوم في الحياة حيث يدهنون أجسادهم بالطين وهم الأقل زينة وسط القبائل ويظهرون ملاطخين بالطين الأبيض من الرقبة إلى أخمص القدمين كما يحتفظون بأمر واحد وهو المشي ببطء شديد وبحذر أشد فهم ينظرون باستمرار إلى اليسار وإلى الجمين وإلى الخلف فهم جاهزون لأي شيء قد يحدث وأي طارئ قد يهددهم أدواتهم العسكرية دائماً جاهزة لا يتكلمون كثيراً ويلفزمون الصمت دائماً للوهلة الأولى تشعر وكأنهم قادمون من أحد أفلام الرعب لكن دهن أجسادهم بالطين يعبر ببساطة عن ارتباطهم بالأرض التي يعيشون عليها على الرغم من أن بعض القبائل تلجأوا إلى دهن أجسادها بالطين ضمن استعداداتهم للذهاب للغارات العسكرية فإن قبيلة أسارو تفعل ذلك لتجنب المواجهة من الأساس تنتشر قبيلة أسارو المعروفة أيضاً باسم هولوسا أي السائرون في الظلال في المرتفعات الشرقية لبابواغينيا الجديدة والأغرب أن رحلات السفاري والسياح كانوا يمرون عليهم من غير قصد ولم يعلموا أنهم تجاوزوا للتو أشهر سكان الجزيرة تتميز قبيلة أسارو بالأقنعة المرعبة والمصنوعة من الطين والتي بدأت قصتها منذ حوالي قرنين اثنين من الزمان حيث كان أعضاء القبيلة خجولين لكن في أحد الأيام تعرضت قبيلتهم لاستهداف قبيلة أقوى فهربوا إلى نهر أسارو القريب وعندما وصل مهاجمهم إلى النهر وجدوا تماثيل مغطاة بطين النهر الأبيض والرمادي مؤتقدين أنهم واجهوا أرواحاً للقبيلة التي جعلتهم ضحايا وفر المعتدون في حالة زعر مشوشة وعندما أدرك سكان القبيلة ما حدث وأن الطين تسبب في رعب القبيلة الأقوى قررت قبيلة أسارو استهداف تلك القبيلة غلفوا أجسادهم بالطين لكن لم يفعلوا ذلك في وجوههم لأنهم اعتقدوا أن مياه نهر أسارو مضرة وبدلا من ذلك استخدموا الصخور والعصي وأي شيء يمكنهم العثور عليه لإنشاء أقنعة بسيطة وعندما ظهروا في هذا الشكل هرب أعداؤهم السابقون وورث أسارو المحب للسلام سمعة عسكرية ضخمة واستمرت فكرة صناعة الأقنعة في القبيلة وتطورات فلا يوجد نوعان متشابهان من أقنعة باب وغينيا الجديدة كل قناع ينبع من خيال صانعه فقد يكون له قرون أو أنياب أو آذان أو أنوف عملاقة أو مطلية جزئياً أو به رسائل محفورة بداخله إلا أن النية الأصلية دائماً والهدف منه هو بث الخوف في نفوس الخصم بتتوارثها الأجيال حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة